الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد في يوم آخر من أيام طاعة الله عز وجل نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلَّ الله أن يرضى عنا وأن يُثيبنا ثوابًا أخرويًا وبعد نواصل في قراءة كتاب الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ورفع درجته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فتفضل بالقراءة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عكرمة قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد رضي الله عنه فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو وأخوه في حائط يسقيانه فلما رآنا أخذا رداءه فاحتبا وجلس ثم أنشى يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وكان عمار رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح عن رأسه الغبار وينفذ التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن قول عكرمة رضي الله عنه قال لي ابن عباس عكرمة من البربر وقد جاء به مع الفتح الإسلامي فكان مولا لابن عباس وكان ممن قد أخذ العلم عنه فأصبح إماما في العلم يؤخذ العلم منه رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث توجيه العالم بعض طلابه لغيره من العلماء من أجل أن يأخذوا منهم العلم كما وجه ابن عباس ابنه علي بن عبد الله بن عباس ومولاه عكرمة إلى أبي سعيد الخدري ليسمع من حديثه وفي الحديث فائدة سماع الحديث وأن ذلك من طلب العلم ومن القربات التي يتقرب بها لله تعالى وفي الحديث اشتغال العالم ببعض مهنة أهله من مثل سقه لنخيله وحائطه كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه وقوله فلما رآنا أخذ رداءه الرداء ما يكون من اللباس لأعلى البدن كأنه لما كان يشتغل بالماء والسقي لم يرد أن تبتل ثيابه بالماء فنزع رداءه عنه وقوله فاحتبى هذا نوع من أنواع الجلسة يعتمد الإنسان فيه على إليتيه وينصب رجليه قوله ثم أنشاء يعني يا أبا سعيد يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي ذلك فضل بناء المساجد والاهتمام بذلك وتقديمها عند أول ورود الإنسان إلى المدن التي يريد أن يسكنها قوله فقال كنا نحمل لبنة اللبنة اللبنة جزء من البناء السابق كان يصنع من الطين ويوضع فيه بعض التبن الذي هو بقية النبات من أجل أن يتماسك ويقوى وكان بناؤهم في السابق على هذه الهيئة وفي هذا جواز بناء المساجد من اللبن وليس معنى هذا أن بناء المساجد بغير ذلك ممنوع منه وذلك أن الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويفعلها أهل زمانه على نوعين نوع مقصود لذاته فيكون اتباعه فيه هو السنة وتركه ترك للسنة والنوع الثاني من الأفعال ما فعله لأنه من عادة زمانه ومن فعل أهل ذلك الزمان فإنما اختاره لأنه وسيلة مؤدية إلى مقصد فحينئذ يكون كل فعل يعتبر وسيلة لتحقيق ذلك المقصد مما يؤمر به والبناء من النوع الثاني وفي الحديث التعاون في بناء المساجد وفيه بذل التطوع البدني في الأعمال الخيرة والصالحة من مثل بناء المساجد وفي الحديث مفاضلة بعض الناس في العمل بسبب ما أدوه من أعمال المفاضلة هنا لما فضل عمارا بكونه يحمل لبنتين لبنتين بينما غيره إنما يحمل لبنة لبنة وفي الحديث من الفوائد أن مرور الغبار على الإنسان لا يعني منافات ما جاء به الشرع من التنزه وفي الحديث مسح الإنسان الغبار عن رأس غيره ولو كان ذلك الغبار مما نتج عن عمل صالح يعتبر ويصنف بأنه في سبيل الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحى عمار يعني أنه تعجب من حاله وذكر حالا مستقبلا له يكون من الأمور المستغربة بالنسبة له قوله تقتله الفئة الباغية الباغية يعني الخارجة عن طاعة الإمام وذلك أن عمارا لما وقعت الفتنة بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وغفر الله لهما كانت الولاية لعلي رضي الله عنه فقاتل عمار مع علي فكان نتيجة ذلك أن قتل عمار فتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من كون الفئة الباغية تقتله والباغي لا يعني كفرا ولا خروجا من الملة بل قد يكون لإنسان معذورا بذلك متى قامت عنده شبهة يظن أن فعله هو الموافق للشرعي وقوله يدعوهم إلى الجنة يعني أن عمارا يدعوهم إلى طاعة الله عز وجل والالتزام بما يأمر به إمام ذلك الزمان وفي هذا تحريم الخروج على صاحب الولاية وأن ذلك يعد بغيا مخالفا لشرع الله جل وعلا وقوله هنا قال عمار أعوذ بالله من الفتن فيه مشروعية الاستعاذة والالتجاه بالله من الفتن والمراد بالفتن المواطن التي يشتبه الحق فيها بالباطل بحيث يكون ذلك من أسباب الزيغ الإنسان وعدم قدرته على التمييز بينهما أما إذا تبين الحق وعرف أنه في جانب دون جانب فإن هذا لا يقال له فتنة وإنما يقال له بغي كما ورد في الخبار نعم حسن الله إليكم قال عن جابر رضي الله عنه قال كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل وكان جذع شجرة أو نخلة منها يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا منبرا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئتي فعملت المنبر فلما وضع له المنبر وكان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع له صاحت النخلة التي كان يخطب عندها صياح الصبي حتى كادت أن تنشق وسمعن لجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فأخذها فضمها إليه فجعلت إن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرات قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها قوله عن جابر رضي الله عنه قال كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل في هذا الحديث مشروعية بناء المساجد ومشروعية سقفها بما يتناسب مع حالها وكان أفضل البنيان في زمانهم أن يسقف بجذوع النخل وقوله كان جذع شجرة أو نخلة منها يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية أن يكون ما يخطب به الإمام على منبر ليستمعه الناس ويعو ما يقوله وفي هذا مشروعية الارتفاع عند إلقاء الخطب ليكون هذا أدعى للسماع من الحاضرين وأوصل لصوت الخطيب وفي الحديث فضل الأنصار وفضل نسائهم وما كانوا يؤدونه في خدمة دين الله جل وعلا والسعي في نشر دين الله وفي الحديث أن النساء كن يشاركن في الأعمال الخيرية العامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من الفوائد مشروعية الجلوس على المنبر في خلل خطب الإنسان وفي الحديث الاستعانة بالنجار ومن ماثله من مثل الصناع في ترتيب المنافع العامة ومنها صنع ما يحتاج إليه المساجد وفي الحديث جواز عمل النجارة وجواز الاكتساب وفي الحديث ملك المرأة للمملوك الرجل كما ملكت هذه الأنصارية هذا النجار وفي الحديث أن العمل التطوعي العام الذي يكون على صفة العموم يحتاج إلى إذن صاحب الولاية فيه ولذا استاذنت المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم في صنع هذا المنبر فأذن لها وقال إن شئتي وفي هذا الحديث نسبة الفعل للآمر به فإن المرأة لم تعمل المنبر هي وإنما عمله النجار المملوك لها لكنها لما كانت هي الآمرة قيل لها فعملت المنبر وفي هذا الحديث أيضا مشروعية أن تكون الخطبة على المنبر وقوله فلما وضع له المنبر وكان يوم الجمعة قاعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له فيه مشروعية الجلوس قبل الخطبة يوم الجمعة وفي أثنائها وقوله هنا صاحة النخلة التي كان يخطب عندها هذا علامة من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستبعد أن يصدر الصوت من النخل حنين فإن الله عز وجل يجعل في مخلوقاته من القدرة على بعض الأفعال ما يكون خارجا عن تصور بعض الناس ولذا قيل الشرع قد يأتي بالمحارات ولا يأتي بالمحالات يعني أن ما تحار العقول فيه وما لا تهتدي إليه قد يأتي فيه الشرع ولكن الشرع لا يأتي بأمر تحيله العقول وتمنع من وقوعه وقوله هنا وسمعنا للجدع مثل أصوات العشار العشار الإبل تكون في الشهر العاشر من حملها لأن حمل الإبل يكون إلى عشرة أشهر فإذا قاربت الولادة أو ناهزت ذلك بدأ يصدر منها صوت يسمعه من يكون قريبا منها قال حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المنبر الجديد فوضع يده على الجذع الأول الذي ظهر صوته فأخذها فضمها إليه وفي هذا أن الإنسان قد يكون عنده حنين لبعض الجمادات التي كانت لديه وكان يستعملها في خير وقوله فجعل التئن أي تصدر صوتا يكون له مثل الأنين أنين الصبي الذي يسكت يعني يحاول أن يسترضيه أهله حتى استقرت يعني جذع النخلة قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي هذا مشروعية التأثر عند سماع الذكر وتحرق قلب الإنسان بسبب ما يستمع إليه من المواعظ حسن الله إليكم قال عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة قوله عن عبيد الله الخولاني وهو من التابعين رحمه الله أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رأى ازدحام الناس في المسجد النبوي فأراد أن يوسع المسجد فاعترض عليه بعض الناس كيف تغير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتكلمون فيه من أجل ذلك وفرد عليهم بالحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ من هذا أن الزيادة لها حكم المزيد وتعتبر جزءا منه ولذا فإن مضاعفة الأجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل كل ما أضيف إليه ولا تقتصر المضاعفة في أجر الصلاة على ما كان في عهد النبوة وفي الحديث من الفوائد فضل بناء المساجد وعظم الأجر في ذلك وفي الحديث أن الإنسان لا يؤجر على عمل إلا إذا صلحت نيته بأن يبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة وفي هذا الحديث من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل فمن بنى لله مسجدا في الدنيا بنى الله له مثله في الجنة كما ورد في الخبار حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه مر رجل في المسجد ومعه سهام قد بدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قوله في هذا الحديث مر رجل في المسجد ومعه سهام فيه جواز دخول المرء بالسلاح في المسجد متى أمين بذلك من أن يؤثر على الآخرين بأن يأخذ بنصلي سهامه وإذا خشي من أن يكون هناك اعتداء في المساجد فلا مانع من أن يمنع من دخول السلاح فيها حرصا على استتباب أمنها وفي هذا الحديث أن العبد ينبغي به أن يلتفت إلى مآلات أفعاله وما قد تصير إليه ولذا أمر من أخذ السهام بأن يأخذ بنصولها خشية من أن يجرح بعض من يمر به وفي هذا دلال على مشروعية سد الذرائع بمنع الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج مخالفة لشرع الله جل وعلا وفي الحديث من الفوائد إمساك النصل ورؤوس السهام عندما يسير الإنسان بها خشية من أن يؤثر على غيره فإذا منع من ذلك دل على منع حمل السلاح على من المسلمين بعضهم على بعضهم الآخر والواجب على المسلم أن يكف يده وأن يمتنع من رفع السلاح على إخوانه ثابكم الله قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بك فيه مسلما قوله عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر أي اجتاز في شيء من مساجدنا فيه جواز دخول المساجد من أجل اجتيازها ولو لم يكن الإنسان مريدا للصلاة فيها ومثله أيضا جواز مرور الإنسان إلى أسواق وأن ذلك لا يؤثر على مكانته وفي الحديث أن من مر بسهاب أو نبل وجب عليه أن يتحرز من تأثيرها وجرحها للآخرين وفي الحديث أنه على الإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقيه بإذن الله عز وجل من أن يؤذي الآخرين وفي الحديث حرمة المسلم ووجوب الاحتياط في الأعمال التي تفعل معه من أجل أن لا يؤثر عليه بجرح ونحوه أخذ بعض أهل العلم من الحديث أنه لما منع من الأفعال التي قد تؤدي إلى جرح ظاهر الإنسان فإنه يمنع من الأفعال ولا قوال التي تؤدي إلى جرح قلبه والتأثير عليه حسن الله إليكم قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان رضي الله عنه ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال حسان يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة نعم فالحديث مرور الإنسان في المسجد وفيه تفقد صاحب الولاية للمواطن العامة ومنها المساجد كما فعل عمر رضي الله عنه وقوله حسان ينشد أن يرفع صوته بإلقاء الشعر وفي هذا جواز إلقاء الشعر في المساجد خصوصا إذا لم يكن ذلك على جهة التعبد بها أو على جهة ترتيبها وتنظيمها وإنما جاءت عرضا بدون ترتيب وفي هذا الحديث من الفوائد سؤال أهل العلم فيما يشكل من المسائل ولذا سأل أبا هريرة عما يحفظه في هذا الباب وفي الحديث فضل حسان بن ثابت رضي الله عنه وفي الحديث مشروعية الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عرضه وفي الحديث الدعاء لمن يفعل الخير ويدافع عن الإسلام وأهل الإسلام نعم حسن الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جوار الأنصار تدففان وتضربان وتغنيان بغناء ما قالت الأنصار يوم بعاث وليست بمغنيتين فاتجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متغش بثوبه فانتهرني أبو بكر وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في يوم عيد في أيام منا فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وجهه وأقبل فقال دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فلما غفل غمستهما فخرجتا ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وكان يوم عيد على باب حجرة والحبشة والسودان يلعبون بالدرق والحراب في المسجد فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستروني بردائه أنظر إلى لعبهم وهو يقول دونكم يا بني أرفده فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهم أمنا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله تسمع الله نعم قوله هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دخول الرجل على أهل بيته في يوم العيد قولها وعندي جاريتان أي صبيتان من جوار الأنصار أي من بناتي الأنصار ويظهر من هذا صغر سنهما فقال تدففاني يعني تضرباني على الدف وتضرباني وتغنياني بغناء ما قالت الأنصار يوم بعاث ويوم بعاث معركة وقعت في الجاهلية بين الأوسي والخزرج فقالوا أبياتاً وأشعاراً فيها افتخار كل طائفة من القوم بحالهم وما كانوا عليه وقالت وليستا بمغنيتين أي لم يكن من شأنهما الاستمرار في الغناء وإنما كان ذلك منهما ليوم العيد قالت فالطجع يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه فيه دخول الصبيان والصغار في بيت الإنسان وفي مقر نومه وعند أهله وفي هذا الحديث أيضا اضطجاع الإنسان مع وجود غير أهله كما طجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ودخل أبو بكر وهو والد عائشة رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه أي قد غطى نفسه غطى نفسه بالثوب قالت فانتهرني أبو بكر أي عاتبها وقال لها كيف يأتي هذا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيته وبجواره وبقربه في هذا دلالة على تحريم ضرب الدف في غير أيام الزواج وأيام العيد قالت وذلك في يوم عيد في أيام مين يعني عيد الأضحى وفي هذا جواز ضرب الدف للنساء في أيام العيد قالت فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وأقبل أي حرك وجهه نحو الجهة الأخرى التي فيها أبو بكر فقال دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا مما يفهم منه أن هذا الفعل يختص جوازه بيوم العيد قالت فلما غفل أي ذهل وانتقل ذهنه إلى غير ذلك غمزتهما أي أشرت إلى الجاريتين فخرجت وفيه الاستدلال بالإشارة والعمل بها متى كانت مفهومة وفي هذا إشارة لما يخص به يوم العيد من الأعمال ومن الأفعال التي تناسب إظهار الفرح فيه وثم قالت ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكان يوم عيد على باب حجرتي فيه وقوف الإنسان على باب بيته قالت الحبشة أهل بلاد الحبشة السودان يعني تعرفهم بلونهم الذي كان عليهم في هذا تعريف الإنسان بالعلامة الظاهرة على بدنه من أجل أن يعرف لا على وجه التنقص له قالت يلعبون بالدرك وهو نوع من أنواع السلاح والحراب في المسجد وفي هذا اختصاص ذلك في المساجد بشرط أن لا يكون على جهة التقرب لله عز وجل وبشرط أن لا يكون مؤديا إلى إضرار بالمسجد قالت فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين أي هل تحبين وترغبين أن تنظري إلى هؤلاء القوم وفيه جواز وفيه جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب ما دامت متحجبة عنهم فقالت عائشة نعم فأقامني وراءه أي أنه أصبح أمامها ينظر إليهم وهي تنظر إلى الحبشة من ورائه تقول خدي على خده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني برداء وهو الثياب التي تكون لأعلى البدن أنظر إلى لعبهم وهو يقول دونكم يا بني أرفده يعني أنه أذن لهم في هذا العمل فزجرهم عمر رضي الله عنه أين هاهم وتكلم عليهم كيف تفعلون ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أي تركهم يا عمر ليكملوا ما هم فيه أمنا بني أرفده أي ليكن من شانكم أن تأمنوا وأن لا تفزعوا واستمروا على ما أنتم عليه قالت عائشة حتى إذا مللت أي سئمت من هذا النظر وطال علي الوقت فيه قال صلى الله عليه وسلم حسبك أي يكفيك ما قد شاهدته من أحوالهم وفي هذا جواز النظر إلى مثل هذه الألعاب التي قد يتسلى بعض الناس برؤيتها فقال صلى الله عليه وسلم فاذهبي تقول عائشة فما زلت أنظر حتى كنت أنا المنصرفة عن رؤية هؤلاء الحبشة تقول عائشة فاقدروا أي اعرفوا مكدار قدر الجارية الحديثة السن فإنها كانت ابنة شيء بضع عشرة سنة الحريصة على الله يعني العمل الذي لا ثمرة له ولا فائدة فيه تسمع الله وفي هذا الحديث من الفوائد اختصاص يوم العيد بخصائص ليست في غيره من الأيام وفيه جواز اللعب والله في أيام العيد وفيه استعمال السلاح المأمون في أنواع اللعب كما كانوا يفعلون وفي هذا الحديث جواز اتخاذ أنواع الأسلحة المختلفة التي تكون سبب من أسباب قوة أهل الإسلام وفي الحديث من الفوائد جواز نظر المرأة كما تقدم بشرط أن لا يكون هناك ريبة أو أن يكون هناك نظر من الرجال إلى المرأة وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة مع أهل بيته ومراعاته لما ترغبه نفوسهم مما لا مانع فيه شرعا وفي الحديث أيضا أن الإنسان قد ينصح بناء على ما يعلمه من الشرع بالعلم العام فينبه إلى أن هناك تخصيص بالنسبة لهذه المسألة كما فعل عمر من زجري هؤلاء الحبشة وفي الحديث وضع المرأة خدها على خد زوجها وأن ذلك لا حرج فيه وفي الحديث ستر المرأة عن أن يراها الرجال الأجانب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لم يكن يبرز منها إلا عيناها التي تتمكن من رؤية القوم بهما وفي الحديث نسبة الجماعة إلى جدهم الأعلى وأن ذلك لا حرج فيه وفي هذا الحديث أن ملال الإنسان وسأمه من بعض المباحات من الأمور الجائزة التي لا تنقص منزلته عند الله جل وعلا وفي الحديث أن الله الذي لا مخالفة فيه للشرع جائز لا حرج فيه بحيث يستعمله الإنسان أو يشاهده بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين فما نسأله سبحانه أن يتقبل من الأعمال الصالحة وأن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا ممن أخلص النية فيما يؤديه من الأعمال كما نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما من أسباب رضا الله جل وعلا عنا ومن أسباب رفعة درجاتنا كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المتحابين فيه ونسأله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبارك فيهم وأن يبعد عنهم كل ما يؤذيهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى والصلاح للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر